رحمة الله عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم اسم الله الأعظم موجود فيها فمنهم من قال الحي القيوم ومنهم من قال هو اسم الله الله هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وورد فيما روى ابن ماجة والحاكم والبيهقي والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب إذا دعي به أجاب يعني الدعاء لا يرد إذا دعوت بإسم الله الأعظم قال في ثلاث سور من القرآن يعني موجود هذا الاسم الأعظم في ثلاث سور من القرآن كان المريد المريد يجي لعن شيخه كان يخدم شيخه عشر سنوات وخمستعشر سنة بس حتى يعلمه اسم الله الأعظم خمستعشر سنة خدمة ومنهم من لا يعلمه الشيخ كما قيل أن مرة بعض المريدين إجل عن شيخه بدأ يتعلم اسم الله الأعظم فقعد عند الشيخ شهر شهرين ثلاث سنة سيدنا إيمن تبدأ تعلمني اسم الله الأعظم قال له يا ابني بكيري شوي يا سيدنا اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم بعدين قال له يا ابني قريبا إن شاء الله بعلمك يا فبعد يومين الشيخ عطاه علبة مسكرة قال له يا ابني هالعنبة بتاخذ إياها للمريد الفلاني بالبلد الفلاني مثلا ببرزي قال له بتاخذ لياها لبرزي ورجع لعندي لعلمك بسم الله الأعظم بالمريد العلبة ورايح ماشي إلى برزي بالطريق بالطريق حسب العلبة خرخشي الشيخ شو باعي أفتحها؟ ما أفتحها؟ ايه شو باعي تشيطيها؟ ايه شو فيها؟ شو شو فيها وتسكرها؟ فتح العلبة لي شو شو فيها واس فيها فارة؟ نبطيت الفارة؟ ركض ورا الفارة؟ ما حصلني حصلها؟ راح يتوه؟ قال الشيخ عم يستهزئ فيه ضحك باعي فارة؟ على كلهم باخده العلبة متما راح لعند المريب قال له الشيخ باعط لك العلبة المريب فتح العلبة لها العلبة فاضي قال له الشيخ ما بيبعث العلبة فاضي باعط لي فيها هدية هاي جوهر الشيخ باعط ليها لكن قلت أمانتك صار الفارة وهربين قال له رجع العلبة فاضي للشيخ أنا ما باخدها رجع العلبة للشيخ قال لي ليه ما اعطيته؟ قال له ما ارضي ياخدها قال له ابني فتحت العلبة بالطريق ما وصارت فارة هربت الفارة قال يا شيخي أنا من إنتي تبعت معي فارة قال لك يا ابني حبيت افحص أمانتك فإذا انت مالك أمين على فارة شلون بدي أمنك على اسم الله الأعظم فارة ما تأمنت عليها أمنك على اسم الله الأعظم إذا دعي به أجاب إذا دعى بهذا الدعاء ولو على جبل يزيله من مكانه فأنا علمك اسم الله الأعظم حتى تدعي على خلق الله إيه انت مالك أمين على فارة فكانوا يخدموا الشيوخ حتى يتعلموا اسم الله فالنبي عم يعلمكم اسم الله الأعظم فيقول اسم الله الأعظم ثلاث سور من القرآن في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم هاي وين موجود بأني آية بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طاها وعنت الوجوه للحي القيوم فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث آيات آيتين مفتتحتان بإسم الذات الله والآية الثالثة بالحي القيوم فإذا قال المسلم يا الله يا حي ويا قيوم جمع السور الثلاثة في دعائه وإذا دعى بهذا الدعاء فلا يمكن إلا أن يستجيب الله له دعاء النبي عليه الصلاة والسلام روى الإمام أحمد رضي الله عنه عن أنس رضي الله عنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلقة درس يعني حلقة الدرس النبي قاعد فيها ورجل قائم يصلي النبي عامل درس وهذا الرجال عام يصلي تحية المسجد أو فريضة فلما ركع وسجد جلس وتشهد قرأ التحيات لله إلى آخرها ثم دع بآخر التشهد فقال اللهم إني أسألك اللهم إني أسألك بأن لك الحم لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك أطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون بما دعا تعرف شوى الدعاء إذ دعاه قال الله ورسوله أعلم